موسيقى السفر جديد؟ أكثر من 140 دولة فيزا فريق موسيقى 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 تخيل روحك غطاس الغطس شغفك الغطس الشي اللي تحبه الغطس هو عمرك هو أغلب حياتك ولكن غطاس ما عندكش أنبوبة أكسوجين الغطسين المحترفين الثانين حول العالم عندهم أنبوبة أكسوجين ينزلوا بها الأماكن الغطس المميزة والبعيدة والنادرة ولكن أنت الحل الوحيد عشان تنزلهم أنك تنزل غطس حر هتواجه صعوبات كبيرة هايخد منك وقت هايخد منك مجهود وأغلب الوقت أنت مش هتقدر توصل هذا أقرب تشبيه للي ساير معي رحل نبين سافر العالم وجوه السفري أغلب الدول نمشي لهم بتأشيرة بس المشكلة مشكة بس إن بلادي وضحها غير مستقر وهذه تسبب أنها مش بس أغلب الدول فارضة عليها تأشيرة ولكن لما نقدم في منهم يرفضوا فيها الجواز السفر جواز السفر ليبي اللي ينافق خور به وبيما نمشي يسألوني من وين أنت نقوله ما أنا ليبي لكن في السفرات الوضع مختلف في المطارات الوضع مختلف المعاملة مختلفة نبقى نشوف الناس كلهم قاعدين اللي قدامي كلهم يدخلوا الموظف يمسك الجواز متاع يسأل سؤالين يختم الفضل شكرا يأتي أنا يمسك الجواز يبقى يقلب ينظر لليكي يفنص فيه وفي بعض الدول يطلعوا حتى في منظر ويبقوا يبحثوا في الجواز وكأنه مزور يا أخي عليش بنزور الجواز يسألوني من وين أنت وعليش جاي تعال على الجنب المسافر اللي بعده يتقدم ويختمونه ويمشي أنا على الجنب نبقى نعدي المسافر هو الثاني الثالث 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 يبقى يسأل فيه عليش جاينتان السياحة ما تشتغل به قابل ما جينا وين كنت الأسئلة هذه خلاص حفظها لنقدر نسمحها بعد الرحلة هذي وين حتمشي الرحلة اللي قابل 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 هذي وين كنت اسم الأم اسم الجد ما اسمها مديرة المدرسة التي تقاري فيها وانت صغير ما اسمها هذي تسميها مسألة الرفض لأن التفضلي فيها تأشيرات التفضلي فيها الدخول في مطارات ياما من فرص يجني من هيئات سياحة مشاريع افنس اللي بي نحضرها ما نقدرش اني نمشي أو نقدر نمشي لكن الوقت في التقديم على التأشيرة ما يصدنيش وتبقى الفرصة مثلا الأسبوع الجاي أو بعدها بأسبوعين وانت تأشيرة عشان نقدر نحصلها نحتاج مشاكل المثيرات السابعة وهذا اللي خلاني أغلب الدول اللي كنت تسافر لها في السنوات اللي فاتن ياما الدول مغير تأشيرة وانت تأشيرتها في المطار أو تأشيرتها إلكترونية هذا الحل الوحيد ما نفعله قليل من الدول اللي مشيتين بالتأشيرة وحتى اللي مشيتين بالتأشيرة تعشيرتها سهلة لكن الجانب الإيجابي كان أن الدول هذي كان عنده هناك خاصة لأن أغلب الدول هذي هي دول ليس متقدمة أو دول ليس من دول العالم الأول وهنا تلقى الناس على الفطرة تلقى الناس ترحها وتفتح لك بيوتها وتأزمك وتوريك بلادها أو تفرح بيك لكن عندها تربقوا مقيدين بها باقي الدول حتى هي خاطرين نشوفها كنت دائما نفكر في الحل ونعرف أن الحلول الناس واجدت فيها حول العالم تأخذ فيه جواز سفر آخر يفتح لها العالم بين يديها لكن جواز السفر الأوروبي لو نديرها هل نتجل نقيم في واحدة من الدول الأوروبية ونأخذها عن طريق واحدة من الطرق اللي حتأخذ سنوات واجدت لكن سنة الوقت يمشي مني واني بنسافر ونأخذ فيديوهات فلا يوجد الحل عندما جاني يميل من واحدة من الشركات المعروفة في حلول الهجرة وفي حلول السفر وفي حلول الجواز الثاني توصلوا معي وانا كنت نعرف البرامج المتعاتهم لاني كنت دائر بحث من قبل بس نعرف ان البرامج هذه لرجال الأعمال والمستثمرين والناس اللي عندها روصة موال بس صح قاد ندير فلوسهم ونحوش قاد لكن مش للدرجة اللي نقدر نأخذ بها جواز سفر جديد كذلك لكن قدموا لي فرصة لكولابوريشن بيننا واجراءات خاصة بي تقدر تحقيق لي الحلم هذا لدرجة انه قدمه الموضوع الشميل حسيته مش حقيقة قدمت لها موراقي ومشلنا أيام وصفرت لي أكثر من الدولة وانا نستنى آخرا كانت كوبا أسأل لي ما حدث ما حدث؟ أسأل لي ما حدث ما حدث؟ ما حدث؟ ما حدث؟ خشي خشي لا 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 بياها مصفرت ومنا توا الحمد لله الله الله وكبر لا فضل مصدق بياها كوبا كوبا ساعة ونصف المطر تحقيق واقف تشون ساعة ونصف والله لا ساعتين ونصف عمار يصوت فيها إني عندها بصفرت هينجليزي خشها يقول أنا واقف في المطر ناس كان اخر واحد خش بالله امن بله اخر واحد خش من انت حاليا في القاهرة وحانا تلاحظت الحقيقة وصلتي مكتب ريتشي ميجريشن عشان نستلم الجواز السلام عليك عليكم السلام جاهز تقابل جواز سفرك؟ جاهز جدا يجب 4 سنين جاهز توثيق لحظة بلحظة انتو ما يلكم 4 سنين فحبيت اللحظة دي نقشوها مع بعضنا يالله لا لا مرحبا مبروك يا محمد البارك فيك مرحبا احساسك دلوقتي؟ اه سعيد حسب الحرية يا جماعة تخيل انت احلى انبوكسينج نديرها في هذه جواز سفر جديد يفتح العالم قدامي اكتر من 140 دولة فيزا فري سوء خفيف شوية بس تقيل بالفاليو بالفاليو حنعبيه اختام تاك 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 مش بياز اختام شوية بياز بسيطة عندك كل شنغن عندك يو كاي عندك يوروب كلها مفتوحة قل لي اكتر حاجة خليتك عايز تاخد جواز سفر تايني لاحظة انا كنت صارح في الجواز الجواز حلو اراح علي فكرة مرحلة هذه يا سادا اسمها مرحلة الصدمة حد يقررصني انتو جايبيني الكيكة هذه فالكيكة انتو مختارين على اي اساس العالم الدول في فكرة معينة يعني هي اعلام كتيرة انا ليش اسألتك على اي اساس مختارينهم لان هذين فيهم ترات دول رفضيني في التأشيرة من قبل يا سلام ودولة كنت نحاول ان نحصل تأشيرتها بعثت جوازي لعند الدولة على اساس نعرف حدي عمل لي واسطة عن طريق المعارف وسكروا على الجوازات ورجع لي جوازي مغير التأشيرة مالطة اللي صارلي فيها والسويد رفضي لي تأشيرة واسبانيا رفضي لي تأشيرة طب احنا ما كانش قصدنا عمتنا بس نضايقك يعني نس بندوس على الجرح دلواتي كلهم هتدخلهم دلواتي كلهم هتدخلهم دلواتي نحكو للناس الطريقة اللي خليت بيها الجواز عشان الناس اللي مهتمين يديروا حاجة كيف هذا طيب بتحصل على جواز سفر الكريبي عن طريق حاجة من الاتنين يا اما انت بتدفع مساهمة مالية غير مستردة للحكومة بتبدأ من مئة الف دولار امريكي يا اما انت بتستثمر فاعكار هناك في الكريبي برضو وبتحصل على جنسية وجواز سفر الكريبي في خلال اربع شهور من اربع لست شهور يعني حاجة كده حالو هذين الطرق اللي يجدد يديروا بيها الناس وغير الكريبي ان كان برامج تانياتي ياس فيه طبعا برامج بس لح لأ معلش نوقفك انتي هتستمري بس انا هنخلي هذا جنبي احنا خايف عليه احنا عندنا برامج تانية كثير في كمان برامج الاستثمار العكاري وفي برامج استثمار تجاري بتعمل بزنس في بريطانيا او في كندا استثمار العكاري بتبقى يونان و ابروس و البرتغال فى ياس عندنا اوبشنز كثيرة ماشي يا جماعة فى الديسكريبشن وفى التعليقات هنحط لكم الطريقة اللي تقدر تتواسطوا بيها معهم الناس المهتمين بالاستثمار و بالحصول على ضحطة اوه والحصول على جواز السفر يفسح راكل العالم طيقال عايزين كمان نقطع بقى الكيك شبال الله حانت ضحطة الحقيقة نبدأ نسافر بالباسابورت الجديد لكن لا نعرف الوجهة متاعتي انا عندي رغبة كبيرة ان يمشي لأوروبا لاني عند هوا ما مشيتش غادي مشيت بريطانيا من قبل بس هوا نحكي علي أوروبا اللي تخشلها بتعشيرة أوروبية بس انا بخشلها بالجواز هذا مغير تعشيرة لأول مرة شوفوا كيف الواحد يحدد في وجته المسافرين يسافروا فترات طويلة كيف يديروا عادة في حاجتين هنا وجهات انت خاطرك تمشي لهم بس انت لما تسافر كرحال لفترة طويلة التكاليف قاعدها تتراكم عليك وانت تب توفر علي قد ما تقدر فعشانك كنت تمشي لحاجة انت التذكرة لها قد تكون أرخص شيء كيف تحددهم؟ في حاجة جميلة جدا مواقع البحث عن التذاكر تقدر تختار انت البلاد انت موجود فيها وتقول لها شيلني إلى العالم كله فيرتب لك البلدان حسب سعر التذكرة من الأرخص إلى الأغلى لكن انا كنت محروم من اني نقدر ندير الشيء هذا من قبل لان انا ما نرتب بالشكل هذا اغرب البلدان اللي يطلع عني فوق انا ما نقدرش نمشي لها لان انا نحتاج ان تأشيرا تونما ينمشي لأوروبا عشان سافر من ليبيا إلى أوروبا هنمر من تونس ولذلك لو ان اختارت من تونس الى العالم كله ويرتب لي حسب السعر ش انت تتوقع ممكن يطلع لي اول شيء بسم الله هذه الحاجة كنت محروم منها زمانة يا جماع ان ديرها مفتوحة الوجه لانها حيكون في رمضان ما نبيش ترانزيت نبي رحلة مباشرة بنتدلع شوي وعلى فكرة رحلة هذي حتى تطلع مش أرخص شيء في الدنيا يعني مش رخيصة واجت زي السعر المعتاد لان رحلة قريبة بكة وعلى فكرة نبي رحلتي لأوروبا اول مرة تبدأ من عاصمة يعني تكون تجربة مميزة اول شيء سويسرا اول وجهة جنيف لا نبي عاصمة فرنسا مارسيليا اول وجهة لا نبي عاصمة بلجيكا بروكسل سعر تذكر على بروكسل من تونس قرطاش بروكسل اول وجهة في أوروبا بروكسل اليوم في مطار تولس نجرب جواز جديد دي اول مرة دقات القلب بشكل ما انحكيت كمش بروكسل نعم نعم باسبورت جديد اي وزاوية متاع زي شكرا أصعب دقيقة انتظار لا قصارت في الأخير بروكسل بروكسل مرحلة الحرية مرحلة حرفيا اول شيء قدرتها لما وصلت هنا لبروكسل شريطة الطاقية وشريطة فانيليا داخلية فأطنينا لدينا الحراريات تخيلنا هنا في شهر أربعة والحرارة بالشكل حاليا موجودين في الجراند بلاس الجراند بلاس حرفيا معناها الميكيان الكبير اسم ليس متعوب عليه بكل فالجراند بلاس ستجدوا فيه من تراث العالمي مباني قديمة بكل ومزينة باللون الذهبي ولكن نرى كم أغرب حاجة هنا وهو المبنى البلدية لتوسطى البرج الأملاق لكن مبنى البلدية فيه حاجة غريبة او كان يبيكم تركزوا معي تشوفوا ما هي ما تلاحظوا بحاجة غريبة في المبنى هذا فيه حاجة غلط مش ملاحظين ان البرج المبنى جاي عاليمين شوي هكي طبعا البروكسليين كل واحد فيهم تلقى جدة حكي له قصة واحدة من القصص المشهورة يقول لك ان المعماري اللي صمم البرج هذا بعد ما تم صعد فعال البرج وناط من غادي انتحر طبعا هذه لا تمثل الواقع بصلة فيه علم هالفت انتباهك هنا ما هو علم بلجيكا ولا هو علم الاتحاد الأوروبي علم لونه أخضر بالأحمر وفي نفس الوقت ستلقى المقاهي عليها المظلات لونه أخضر وأحمر لون علم بروكسل بروكسل عندها علم خاص بها بروكسل هنا تلفي مين تلفي صار ستسمع لغات غريبة مختلفة ليس فقط لان السياح في كل مكان عندما ترى الخارطة من البلاد ستجدهم قسمة إلى جهة شمالية وجهة جنوبية القسم الشمالي وهو جهة هولندا يعتبر فيلمش القسم الجنوبي يتحدث اللغة الفرنسية و ستجد جزئية بسيطة في الشرق يتحدث بالألماني دعني ندير وكي جول لنشوفه حاد يتحدث اللغة الفرنسية ستسمع لغات غريبة مختلفة لا لا فرنسية بروكسل 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 ابتعدشث في حراب غريبة سيحدث م Wie ستفتد همشة؟ مضوني شخصي دقاج نعم مرمي هيا ايضا من يتحدث هنا؟ أنت سريعي أثنائي إذا ستjamم طبعا أنت كنت كنت يعني العثور في بلجيك تشعر بالمشيطين في الهواء تحس بالرائحة الجميلة بتاع المخبوزات وتحس بالسعورات الحرارية عندها في بلاد الحلويات تحديدا بلاد الوفل لكن بما أنه رمضان مش هنقدروا ناكله تهو ان شاء الله في الليل نلقو بعض المحلات فاتحة لان البلجيكيين متعودين يأكلوا الوفل بدري الفطور في العصرية اوكي لقيت ناس قاعدين هنا يأكلوا في الوفل هل تحبت الوفل؟ أعلم هل تحبت الوفل؟ هل تحبت الوفل؟ كريم وطبعا 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 هذا هو أكبر مثال الناس القاموا في الشارع هنا قاعدين يأكلوا في الوفل وفل كل مكان حسنا احسنا شكرا بسرعة هل تكون موضان؟ نعم موضان كيف هل تحبتك؟ نعم أتعلم حسنا هل تعتقدينوا مليون شعائدار؟ المشهد المعتاد هنا باختصار محلات تبيع في البطاطا ومحلات تبيع في الوفل تأكل هنا وعدم تحلي هنا من أجل كيها هل هي ووفل ميكري؟ يعني ماذا هل ته Peterson؟ لماذا كان بلجيما؟ هذا الوزء كلمة هل يكون الناس المعبودات؟ هل هناك السلاحية. لفل وفل 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 وفل. فلبيع المعبودة إنه المعبودة إليها ما هو السرط؟ أعلم السرطية؟ بسخطت أن تعرف الأعلم في المعابطة نعم كما في المعابطة. كلما في النقاط نقاط مدقاء صحيح انها مخطبات مخطبات جديدة وضعنا الكثير من السنجان جديدة وضعنا الكثير من البيجة ويوجد الماضي من البيجة لاحقك ملتك ليس ملتك ولا يقب إليها مراك بشك الحمد لله أكل مبين أنا سوفي أنا سوفي أأتي من سنغال سيداتي سيداتي دعونا نعرف كم أشهر شخصية بلجيكية على مدى التاريخ تنتان 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 مرة عليكم فرصومة متحركة لكن من هنا كان يعرف أنها مصنعة في بلجيكا حتى لديها أكثر من 55 جدارية موجودة هنا وهذه واحدة منهم قدام محل اللي يبيع في الحاجات بتاعة الكوميكس اللي بلجيكا مشورة بها وليس بس تتهم حتى السنافر من هنا السنافر اللي كلنا شفناها ونحن صغار واللي حتى أبائنا شفوه وهم صغار صنعت في بلجيكا شكل أي حاجة غريبة تلقوها مصنوعة في بلجيكا وعلى سيرة الحاجات الغريبة بنوريكم حاجة ستتغير حياتكم حياتكم قبل اللي ستشوفوه وبعد اللي ستشوفوه مش نفس الشيء مجازين لن تشوفوه والله أنا حاس ان انتم مش جازين لن تشوفوه تعالب تعالب شايفين من الفرنسا عندهم برج جيفل ويطاليا عندهم برج بيزا بلجيكا شن عندهم اوكي اول حاجة حتختر في بالك لما تجي هنا عليش عليش لأي الصغير هذا القادي اتبول واحد من أشهر المعالم موجودة في العالم يقول لك بلجيكا زمان كان عندها حرب مع واحدة من الدول المجاورة فالجيش متاع الدولة المجاورة هذي كانوا يجاهزوا في العدم تأتهم عشان يضربوا بلجيكا وكان في طفل بلجيكا علي واحدة من المدن الحدودية قاعد هارب بره في الشارع ومحصور اوكي او كيف ما نقوله نحن بالليبي مزروب يببي يتبول يقول لك ما عاش قدر يمسك روحها وقى فكي في الشارع وبداية تبول جت علي واحدة من القنابل الذكاء المولئين فيها نار طفتها لكن القصة هذه غير حقيقية هي وسبعة عشر قصة ثانيات متداولات ولا واحدة فيها حقيقية لكن البلجيكيين يتداولوا فيهم من باب انها يتداولوا فيهم من باب الطرفة لكن هما بينهم بين نفسهم اعرفوا ان القصص هذه كلها سبعة عشر قصة غير حقيقية اللي لازم تعرفون ان التم تارس ماني كامبس وحيانا تلقوا عريان ومارات تلقوا لابس حاجة على حسب المناسبة دارين حتى جدول مكتوب في اللبسات اللي يلبس فيهن وشن السبب وغادي في مبنى كامل عنده فيه اكتر من الف لبسة من حبهم للماني كامبس دارين اكتفتي غريبة حاطين ثلاث تماثيل ماني كامبس في المبنى هذا اللي موجود في الملابس الثلاث عظيمة يسمحوا للزوار ان هما يبقوا يلبسوا فيهم فتلقى واحد زي اللي جنبي جاي يلبس في ماني كامبس اغلب اللبسات اللي هتشوفون هنا هي ناس من حول العالم تبرعوا بهن للماني كامبس هتلقوا حاجات تعبر عن ثقافات مؤينة عن شخصيات مؤينة عن دول بحلها هتلقى مثلا لبسة فرنسية لبسة السربية لبسة الروسية قاعدت ندور اذا في لبسات عربيات لقيت حاجتين لبسة التونسية في اغلب المطاعم حول العالم لما تأخذ مني ستلقى البطاطا مكتوب فرنش فرايس فعليش الناس تعتقد ان البطاطا فرنسية هذي الحاجة اللي ضايق البلجيكيين لانما يقول اننا نحنا اللي اختراعنا البطاطا ونحنا اهلها ونحنا احسن من يديرها وهذه ليش غلطة الفرنسيس انها سمت فرنش فرايس الامريكان هم اللي سموها فرنش فرايس بس شن يخلي بطاطا البلجيكية حول العالم ونأخذها سمعة بانها الالذ سببين اثنين السبب الاول ان البطاطا اللي هنا تنقلها مرتين ليس مرة واحدة المرة الاولى على النار هذي عشان البطاطا طيب تستوي اما المرة الثانية تنقل على النار صاخنة اللي هي هذي تعطيها تقرميش متاعتها اللون الذهبي لكن السبب الثاني اللي خليها مختلفة على اي مكان ثاني بطاطا البلجيكية ليس مقلية في زيت اديل مقلية في الدهان البقر في الفات متاع البقر دهنة تخيل انت هناك شيء خطير اكثر منك فعشانك الناس اللي يتدور في الاكل الحلال ينتبهوا لان البطاطا هذه مقلية في الدهان متاع البقر ستجدوا بعض المحلات يضعون الشعر انهم اكبر غلط وانا قاعد نتكلم عن الاكل في الحلقة وصايم موسيقى هنا مقابل المكتبة متاع مدينة تابروكسل ستجدوا منظر بنورامي جميل جدا يبين لك من هنا البرج متاع البلدية يبين لك بعض المباني المشهورة فيه الصندوق هنا ما عرفت هنا تخيله في الخير يطلع ناسه أشياء كم شايفه شايفه بس وين فلسطيني لكن مقيمه هنا في بلجيكا بما انك مقيم بلجيكا مقيم بلجيكا مقيم بلجيكا ولكن لا أدور على راس بلجيكا عربي حبيبي رأى هذا الفيديو عرفيا سألت شخصين ثانين حتى بلجيكيين ولمن يعرفون بلجيكا يبدو انه لا أعرف لكن يضعون عليها استيكارات يعني إذا انت ماشي وعندك استيكر تستطيع ان تجد هنا أحدهم ضحكتني بتاعت دياغو أرماندو مارادونا هناك بعض الناس تقدس فيه يقولوا لي سانتو دياغو ينقديس دياغو بلجيكا تتميز بشكل موجود لكن الطاقص ليس لديهم لكي يداروا هذه الجاليريات التي تأتي مصقوفة من فوق وتمنع دخول الأمطار بحيث الناس تقدر تدخل تتسوق حاليا نحن في جاليري رويل سانت هوبرت كانوا يتجون هنا يتشاوروا يتعرفوا على بعضهم وأكيد بيتسوقوا كانت أفخر المحلات موجودة هنا والزوار العاديين ليس هاي حد يقدر يدخل تدفع عشان تدخل الدخول لم يكن مجاني لكن حاليا المكان سياحي المكان سياحي نقول لكم حاجة باعترافه في عندي ادمان ادمان علي حاجة لازم تشوفوها توقع وأنا قاعد في المكان الصحيح بلجيكا مشهورة بالشوكولاتة وأحسن حتى من السويسرا شوكولاتة سويسرية مشهورة ولكن البلجيكية أشهر وأقوى وغالية حتى المحلات الموجودة بالشوكولاتة تعتبر بوتيك انت جاي تاخذ في حاجة راقية في بروكسل صناعة الشوكولاتة نفسهم أصبحوا ماركة بحد ذاتهم فتلقى الواحد صناعة اللي روحها اسم الناس تجيه عشان تشوف الإبداع متاعها والحاجات اللي هو يبتكرها على سبيل المثال بيضات الشوكولاتة اللي خلفي هذه تشوف الأسعار متأتهم البيضة اللي لون هبيضة 49 يورو تقول لي عليش السعر مبالغ فيه شوكولاتة بيضة من بر زي ما انتم شايفين جوة في الطبقة الداخلية حتلقاهم ملصقين فيها بعض المكسرات فواكه مجففة لكن الحاجات هذه داخلها في الطبقة بتاعت الشوكولاتة نفسها يعني انت لما تكسر من الشوكولاتة هتستطعم الحاجات هذه كلها في شوكولاتة نفسها بلا أتريقيا شرح بعض الناس يحبون لها سعر مبالغ فيه انت مش بس قاد تدفع في قيمة الشوكولاتة والمكونات انت قاد تدفع في قيمة الماركة والتسويق والإبداء اللي حطي انها المحل اللي خلفي حتى هذا من المشهورات اسمها ماري دائرة واحدة ينقلها ماري في 1919 اللي ميزهم ان حتى بعد مية سنة لعند اللحظة هذي مصرين ان شوكولاتة تصنع باليت حبة حبة يا جماعة لحظت حاجة المحلات اللي قبلها خشيت ما كانتش نشم في ريحة شوكولاتة بس توا نشم في الريحة هنا المحلات الأولى المحلات الظهورين هناك كلها هنا هي خوصية وذلك ما يجبعها فهو الشراء المحلات الأولى مختلفة لا يعني أنها موحة لكن هذا مختلف لأنه لدينا لدينا من العلوم لا تستخدمار وبصلاة ويتمها مرتبطة هل هي محلات مرتبطة 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 لم يكن لدي أي أطفال لأنها كانت مددية للشوكولات لذلك الناس هو مدد من المجموعة المددية حقا؟ المددية المددية كانت ندين كانت تسمى الشوكولات بعدها أحد أحد يأتي إلى بلجيكا مرة عندما أذهب إلى هذه التشكيلة ستة روف البوكس نبدو من المين أولا بلالمند بيست اللي جنبها بالملك موس ثارتا دارك شوكولات موس الديلو اللي بعدها سولتان باتر كرامل وما قبل الأخيرة اسمها ندين ندين اللي هي حاليا صاحبة المحل كانت أول موظفة عند ماري الشوكولات أمتقتها فيها فانيلا وآخر واحدة بالحيزلنط اليوم الزحور ممتع دلاع عنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا جاي هنا عندها نكهة خاصة بروكسل جميلة لكن الأجمل بالنسبة لي أن العالم مفتح قدامي الخريطة كانت تلاث أرباحة مسكر بقفل أما توام تشوخ للي جاي وعشان نشارخ معاكم تجارب من أماكن مختلفة ونشوفوا ثقافات باقي لها لما بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر